الآن مع كلمة المهندسة مية عاطف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة And now with the speech of engineer مية عاطف the member of board directors and vice chairman of Supreme Organizing Committee بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسيدة الحضور أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر وسعادة بوجودكم داخل نادي الأهلي المصري نادي الكرد الأفريقي نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجميع الزملاء أعضاء مجلس إدارة النادي من رحب بسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السيدة بوشة حجيش رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي المهندس ياسر أمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وجميع أعضاء مجلس إدارته ونراحب أيضا برؤساء وأعضاء جميع الفرق المشاركة في البطولة الأفريقية للأندية للسيدات رقم 37 ونواجه كل الشكر والتقدير للقائمين على تنزيم البطولة من مدير البطولة ورؤساء اللجان وأعضاءها وإن شاء الله بنتمنى منفسة رياضية شريفة وموفقة لجميع الفرق أعضاء جميع الفرق المشاركة محمود الخطيب the president of Al-Aheli club and all members of board of directors we would like to welcome Mr. & Dr. Ashraf sobhy the minister of sports Huse Ms. Bushah Hijي's president of the African volleyball confederation and all members of board of directors of the African confederation engineer Yasser Omar leading president of the Egyptian Volleyball Federation and all members of Board of Directors and also we are welcoming all the teams participating in the 37th edition of the African Women's Club championship finally we extend our gratitude to the tournament organizers and we hope for a full and successful competition for all the teams موسيقى